بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات والفيزياء أيضا إذن طبعا على قناتي هناك دروس للرياضيات والدروس للفيزياء ما عليكم إلا العودة إلى كل هذه الدروس باش تسفادوا من هذه الدروس بالدوفيق للجميع إذن جاني في التحليقات سؤال يقول أستاذة ما هي رتبة مقدار نوليكم سؤال إذن رح نديروا كمثال للملخص التاعي على رتبة مقدار يقول ما هي رتبة مقدار المجموع التالي إذن المشترك أو المشتركة طلبت مني رتبة مقدار المجموع 73.09 زائد 31.125 زائد 4.7 زائد 45.95 يعني هي عبارة عن مجموع أعداد عشرية ولكن أنا حبيت يعني من خلال هذا السؤال راح ندلكم تذكرة على ما معنى رتبة مقدار شوفوا ما هي إذن للإفادة للجميع ما حبيتنا نجاوب لها في التعليقات شوفوا ما هي إذن راح نذكركم ما معنى رتبة مقدار أي عدد سواء طبيعي أو عشاري إذن نقول رتبة مقدار عدد هو إيجاد قيمة قريبة من العدد إذن هذه العدد يا إما طبيعي أو عشاري ملاحظة بسيطة نختار دائما الأقرب والمنطقي إذن شفاو على هذه الملاحظة قلت نختار دائما الأقرب من العدد والمنطقي واش معنى تها راح نشوفو في الأمثلة إذن مديت لكم عدة أعداد عشرية وطبيعية إذن يقول سؤال ما هي رتبة مقدار الأعداد التالية نبدأها بسفر فاصل تسعة ما هي رتبة مقدار سفر فاصل تسعة إذن قلنا في التعريف أن رتبة مقدار عدد هو إيجاد قيمة قريبة من هذه العدد إذن ما هي القيمة القريبة من سفر فاصل تسعة إذن ولكن بحيث تكون عدد طبيعي وقريب من سفر فاصل تسعة إذن العدد القريب من سفر فاصل تسعة ويكون طبيعي هو العدد واحد إذن نكتب الإجابة هنا يا إذن رتبة مقدار سفر فاصل تسعة هي واحد ثم بعد ذلك مثال آخر مثل كنكن يكون عددكم أربعة فاصل ستة ما هي رتبة مقدار هذا العدد رتبة مقدار أربعة فاصل ستة ما هو العدد ما هي القيمة القريبة من هذه العدد بحيث أيضا تسهل لنا عملية الحساب كي يكون عندنا مجموعة أو فرق إذن القيمة القريبة من هذا العدد هي خمسة رح نقربها دائما إلى العدد خمسة لأننا رح نشوف في المجموعة كي يكون مثل هذه الأعداد خمسة كي نجمعوها مع أي عدد رح نجينا سهلة ثم بعد ذلك عدنا العدد العشري ثمانية فاصل ثلاثة إذن ما هي رتبة مقدار هذا العدد رتبة مقدار هذه العدد القيمة القريبة من هذه العدد بحيث يكون سهل للحساب إذن هي نقول أنها عشر إذن شفتوا أن تحت خمسة رح ندي خمسة وفوق خمسة يبتدأ من ستة سبعة ثمانية إلى غاية تسعة فاصل رح ندي عشر ثم عندنا ما هي رتبة مقدار مية واثنين وخمسين إذن من العدد الطبيعي مية واثنين وخمسون رتبة مقداره هي إذن العدد هذه القيمة القريبة منه هي مية وخمسون لماذا تديت مية وخمسين؟ بش في العمليات الحساب رح تسهل للحسابة هنا دائما كتشوفوا هنا الأحد ابتداء من ثلاثة أربعة حتى خمسة خمسة أربعة ثلاثة ثنين دائما تدو الأحد بالسفر أما إذا كان مثلا ستة سبعة ثمانية في الأحد أدوه إلى مئة وستون وهكذا أتمنى أن يكون واضح طبعا هذا الدرس موجود على قناتي وشرحته في التمرين إذن ثم بعد ذلك عندنا سفر فاصل ثلاثة إذن ما هي رتبة مقدار سفر فاصل ثلاثة؟ هنا رتبة مقدار سفر فاصل ثلاثة هي السفر ندي السفر لماذا؟ هنا شفنا أن تكون قريبة من خمسة يعني تكون ربعة ثلاثة إثناني ندي خمسة ولكن تكون بالسفر خلافا على سفر فاصل تسعة هي قريبة للواحد ولكن أقل من العدد الجزء للعشري أقل من خمسة مثلا هنا سفر فاصل سفر واحد سفر فاصل سفر ثنين سفر فاصل ثنين سفر فاصل ثلاثة كلها رح ندي السفر شوفوا معايا أنتقل إلى جزء آخر وهو رتبة مقدار مجموعة أو فرق يعني نفس القاعدة نقول لكم على المجموعة هي نفس القاعدة على الفرق الآن نجي للسؤال للمشتركة تعنا تقول أولا القاعدة لإيجاد رتبة مقدار مجموعة نعوذ كل حد بعدد قريب منه وش معنتها أستاذ ما فهمتش يعني كي مثلكم إيجاد رتبة مقدار أي مجموعة رح أستعمل رتبة مقدار كل عدد على حدة ثم بعد ذلك ندير جمع هذه الأعداد أو طرح هذه الأعداد وسهل الحساب ثم نجمع الحدود الجديدة وش معنتها الحدود الجديدة؟ الحدود اللي تحصلتها على رتبة مقدار كل عدد لنتحصل على رتبة مقدار المجموعة يلا نطبق القاعدة هذه مع رتبة مقدار هذا المجموعة وأجيب على سؤالتها المشتركة الآن يقول تقول سؤال ما هي رتبة مقدار المجموعة التالي ويقوم بإيجاد رتبة مجموعة تالي ويقوم بإيجاد رتبة مقدار كل عدد لحظوا معي كيكون هناك أعداد عشرية مجموعة يعني هنا كلها أعداد عشرية هنا ما نخزرش للأعداد وراء الفاصلة نشوف فقط الجزء الصحيح إذن رح نشوف رتبة مقدار كل هذه الأعداد ولكن بجزءها الصحيح فقط يعني ما نهتمش بالفاصلة يعني الأعداد اللي بعد الفاصلة إذن ندير سهم هكذا ما هي رتبة قلنا في قاعدة أننا رح نجد رتبة كل رتبة مقدار كل حد أو كل عدد ما هي رتبة مقدار 73.09 قلت أهتم بالجزء الصحيح إذن 73 قريبة إلى 70 أو 80 رح نحاول أن أجد الأحد داعه يكون 0 إذن يعني نشوف هذا العدد 73 70 محصور بين مضاعفة من 10 يعني هنا 73 نقول أنه قريب إلى 70 وليس قريب إلى 80 لأن كندي 80 هنا كين الفرق 6 فاصل ولكن أو نقول نشوف باكل الجزء الصحيح كندي 80 راح يعني لكون نزيد هنا نزيد 7 ولكن عندما ننقص 3 نحن نتحصل على 70 إذن القيمة القريبة ل73 هو 70 زائد أحتفظ بالعملية سواء ناقص أو زائد هنا زائد قلت لكم كي يكون عدد عشاري ما نهتمش مشكلة بالجزء هي العشاري نهتم فقط بالجزء الصحيح هنا 1.30 إلى أي قيمة قريبة من 31 إذن قيمة قريبة ل31 هي 30 بحيث ندير في بالي الملاحظة نختار دائما الأقرب والمنطقي أيضا راح مع راشند هنا 31 قريب إلى 4 لا هذا غير منطقي ولكن المنطقة أن نقول قريب إلى 30 زائد أحتفظ بالعملية 4.7 قريب إلى أي عدد 4.7 قريب إلى العدد 5 أو نقول 4 قريب إلى أي عدد ديت لكم مثال على 4.6 قلنا أن رتبة مقدره هو 5 ثم أحتفظ بالعملية زائد 45.95 قلت أهتم فقط بالجزء الصحيح 45 إلى أي قريب قريب إلى 40 أو إلى 50 راح هنا نقول قريب إلى 40 وليس إلى 50 هكذا ولكن هل يعني إجابتي وحيدة وهي الصحيحة لا قد يقول البعض هنا ما نديش 45 نديه مثلا 50 له الحق في ذلك إذن هناك عدة إجابات صحيحة ولكن الإجابة الأدق هي التي تكون منطقية إذن كي نجمع كل هذه الأعداد إذن نجمع شوفوا ما هي كفية السهلية الجمع 70 زائد 30 100 100 زائد 5 105 زائد 40 105 إذن ماذا تمثل 145 145 تمثل القيمة التقريبية لمجموع أو رتبة مقدار هذا المجموع إذن نقول 145 هي من رتبة مقدار المجموع التالي أتمنى فقط أن يكون واضح إذن نكتب الإجابة أن 145 هي رتبة مقدار المجموع 73.09 زائد 31.125 زائد 4.7 فقط ملاحظة هل كي نجمع بالأعداد العشرية التالي يعني كي نجمع 73.09 زائد 31.125 زائد 4.7 زائد 45.95 هل تمثلي 145 بالضبط لا رح تكون النتيجة كي نجمع الأعداد العشرية التالي تقريبية إلى 145 بالتقريب فقط وهنا دائما نستعمل رتبة مقدار مجموع أو فرق أو رتبة مقدار عدد فقط باش نلقى بأسهل طريقة النتيجة ولكن النتيجة أعيد وأكرر هي نتيجة تقريبية فقط وليست النتيجة الصحيح أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا الرتبة مقدار مجموح فقط ملاحظة أخرى أن كي يكون عندكم الفرق رح نستعمل نفس القاعدة على شيء المتغير فقط العملية بالتوفيق للجميع نتمنى أنكم فهمتوا اليوم رتبة مقدار المجموح رتبة مقدار العدد لا تنسونا بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي يتعهم الفائدة سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله اشتركوا في القناة